كشفت مجلة ناشونال جيوغرافيك عن وجود 56 جثة تقبع في مخزن روسي كان أصحابها يأملون قبل وفاتهم بيتمكن أحد العلماء من إيقاظهم يوما ما وإعادتهم إلى الحياة في المستقبل وقالت المجلة إن هؤلاء الأشخاص قرروا أن يحفظوا أنفسهم بتلك الطريقة قبل موتهم وبعضهم وقعت أسرهم على أوراق فحص الجثة بعد الوفاء ودفعوا مبلغ 36 ألف دولار لتجميد جثامين ذويهم